اسموح عشر على عشر دخليه عشر على عشر اقول لك اول حاجة مهمة جدا انت ما بتيجي يبعا عندك فترة طب ناخد اول الكابتن حسني عبد الرب اتفضل كابتن حسني مساء لانوار السلام عليكم ازاي كابتن ماذا عليكم السلام يا حبيبي واردك ازاي حضرتك وكابتن فاروق الحمدلله على سلامه الله سلامك حبيبي ربنا خليك حسني ربنا خليك حبيبي والكابتن مجدي حبيبي اللي وعيشني جدا جدا وانت كمان يا حسني اوي والله الله يخليك يا كابتن والكابتن خالد ناقص لا انت بدأت به ازاي حسن بالحبيبي اتقطع فيي كتير اتعرف انت حبيبي والله انا مهما اي حد تتكلم طبعا نجد بالنابع وكابتن خالد ياما وقف جنبي وانا مصاب وكلم عني ان شاء الله ترجع حسني ومستوي نايزه لو حد تتكلم عليه بالعكس انا مش تفكر معي اي حاجة غير ان ده بيتزاودني اصرار لانا رجعتين ان شاء الله يعني ربما كان الحوار لان انت لعب محواري ولاعب مهم جدا يا حسني فربما كان الحوار بيتناولك في الدقاق الماضية دي على اساس انه ربما انت وفقا للكلام اللي تقال يقول لك دور اقوى مش من بداية المبرأة انت رأيك ايه طيب يا كابتن بص بسم الله الرحمن الرحيم انا يمكن اكابتن اكيد كباتن كل عارف انا عملت تلاتة صليبية والفترة الاخيرة كابتن الحمد لله الواحد بشارك بصفة السيب بغض النظر انه بيطلع في الدقاق ستين او ما بيقدرش يكمل وجهة نظر مدرب انه عايز يغير النواحي البدنية ممكن تكون قلت عندي شايف انه هو فنيا انه يزود بنص الملعب شوية بنواحي هكومية كل الكلام ده طبعا اكيد وجهة نظر مدرب وتحترم انا بالنسبة لي الحمد لله بأتمرن كويس جدا عندي اراضة اللي انا ارجع تاني شاء الله واكيد انا علاقتي في ميدو يعني مش علاقة مدرب للاعدة علاقة زميل وعلاقة وانا قلت الكلام ده اكتر من مرة انا مفيش اي اخلاف بيني وبين ميدو بالعكس انا انا مسانده اكتر واحد في نادل اسماعيل وفي اسم عليها كلها وهو مساندني في نفس الحوار اللي انا مشين فيه اللي احنا الاتن مساندين بعض وهو بيساند اللي انا ارجع يا كابتن انا ما عنديش مشكلة بدنيا خالص والله العظيم صدقني انا بحاول على قد ما بقدر بس انا انا نفسي بس يعني الناس ترجع للموتوشة وتشوف كمية تجاري اللي حسن عبدالربو بيكري انا يمكن فنيا يا كابتن متحس مش هو حسن عبدالربو اللي الناس منتظرة يمسك الكرة ويروح يهاجم ويجيب جوان في حاجات فنية في الملعب انا بدور لمطلحة الفرقة بمعنى ان انا النهاردة ان انا بلعب اتنين ديفندر وواحد تحتنا مثلا سي مثلا انا وتوريك وتحتنا كان محمود عبدالعلي انا بضطر يا كابتن لانا اول واحد بروح اقابل الباكريت بتاع الفرقة الثانية وفي نفس الوقت لو حد في ظهري ما غطاش ما غطاش اروح رايح راضي الثاني لنص الملعب وهكذا رايح جايد 90% بفقد من مستوايا الفني في الكرة اللي الناس منتظرة حسنة عبدالربو يلمسوا الكرة كتير بيروح عقبون كتير فانا يا كابتن صدقني انا طول عمري في الكرة يعني يعني عندي مقارزة للفرقة انا لم ادورش على مصلحة نفسي حتى لو انا كنت وحش والناس كلها بتقول مش ده حسنة والكلام ده انا مبيهمنيش يهمني في الاخر مصلحة الفرقة سواء كنت في منتخب مصر او في الناد الاسماعيل يا حسنة ارجع للمضوشة كلها كابتن وطبعا معاك ندوم مصر يقدروا يحلله كويس شوف حسنة عبدالربو جري وغطى كم مرة وورا بقاء مجدي وورا الباكرايت اللي انا بقابله اول واحد ليه بقاء كابتن النهاردة ممكن يبقى فيه تعب بدنيا من التلاتة اللي قدامهم كتر مجهودهم بييجي وقت من الوقات ان ممكن مروان او شكبالة او منول التلاتة اللي قدام ساعات هما المفروض يقابله اول واحد سواء الباكرايت او باكليف ممكن يكسله شوية فده بيحمل نص الملعب حمل زيادة بيضطر ان انا اروح قابل الباكرايت ونفس الوقت لازم اضم على نص الملعب تاني فكل ده مجهود يا كابتن حسنة يعني في الاخر انا بقى تعبان وبطلع مجهود كتير وفوص ده كله بلاقي نفس اللي انا بطلع انا مش بطلع اعتراضا لانا المطش اللي فات برضو واحترامه وانا طلع بس انا اوضح برضو نقط كتير فات 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 انا بحب نازل اسماعيل جدا اكتر من اي حد ممكن يتخيل طبعا فانا يعني انا غيرتي ان انا كنت شايف نفسي قادر ومكمل وفي نفس الوقت انا كنت مدايق لنازل اسماعيل كاتبان واحد سفر المحلة كان فيق علينا وكان ممكن يجيب قول فغيرتي على الفرقة وغيرتي اللي انا كنت قادر وعايز اكمل هي دي نقطة اللي انا طلعت غصبا عنها مدايق بس وبعدين اللي انا رحت رحت على قصة اللبس على فكرة احنا نضعط في الفوند بالغير هناك فكانت المسافة دية بين الجمهور كله اللي حسني ماشي بنبوز ماشي زعلان لو كان سهل جدا ان انا طالع في وش القوضة اللي بنغير فيها قلت اطلعت ومحدش اتكلم بس انا صدقني انا مفيش خلاف في تغيير انا نجوم الدنيا كلها بتقعد احتياطه وما بلعبوش انا الحمد لله اسمي اكبر من انا ازعل اللي انا ملعبش ماتش او اطلع ماتش او ملعبش اوالعب كل الكلام ده كانت الحمد لله انا رجل وصد المرحلة اللي وقتي عارف قد ايه ان انا لازم الناس كلها بتحبني فلازم اي حاجة تحسب علي وانا باعتذر للناس بتحب حصن عبد ربه انه طلع بالشكل بس انا قبل ما اعتذر للناس انا باعتذر للمسي الفني واعتذر طلو ودي وقلة نظره وتحترم وما عندش اي مشكلة بس في نفس الوقت انا برضو بتفعط علي ان انا ببقى شايف نزل مهلي كده وببقى نفسي اعمل كل حاجة فده كانت غزل عني فانا بقى تأسف مرة واثنين وثلاثة ونفسي ان انا ارجح تاني حصن عبد ربه اخلاق الفرسان يا حسن انا اتموح ان انا ممكن يكون مستويه انتم شايفينه بالمستوى اللي مطلوب لحصن عبد ربه بس تصدقني انا نفسي نفسي ترجع بشرائة المطوشة تاني وتشوف كمية تجاري لو ما قدش اكتر واحد بجري في الملعب انا لقوا عندي حق طيب وكابتن فاروق عايز اسألك سؤالي يا حسني كابتن فاروق عايز اسألك سؤالي حسني او انت بسألك بقولك المكان اللي انت بتلعب فيه دلوقتي انت مستريح فيه ولا انت بتبزي الجهد اكتر من الجهد بتاعك او قدراتك الفنية مش باينة فيه لا يا كابتن انا ببزي المجهود كبير جدا بس انا قادر لابزل بس في حالة واحدة يا كابتن فاروق بمعنى ان انا النهاردة اللي اتنين لازم ان اول واحد يدافع مش شغلة يعني لازم حد بيرحى يا كابتن شوية هو ده اللي بيتعدني لو رجعت المطش الاتحاد اللي احنا عملناه كواس جدا ومطش الحرس اللي احنا عملناه كواس جدا وقاله اللي اتماعي لي راجع تاني كانت كل الفرقة الحمد لله كانت في مستوىها وكله كان فيه انقار ذات للفرقة كله بدافع فده خلى حملة علينا في نص الملعب اللي احنا ببان كرة اسماعيل ونبقى قريبين من بعض لما ابتدى الفجوة الدين بين الفرودة او التلاتة اللي قدام ونص الملعب بقى حملة علينا احنا في نص الملعب تمام تمام حسني انا هكلمك وزأت حاجة بقى مهمة جدا انت النهاردة لو بصيت على توريك هتلاقي ليه لعيب كرة كويس وبيزيد فانا لما بشوفه بيزيد ماينفعش النهاردة التلاتة بتقى نص الملعب يزيد ما هي دي يا حسني لو انا روحت مع توريك هنفض نص المعب فبتر اللي انا بقف حسني حسني اصل اللي هو المركز يعني يا حسني المركز اللي انت المركز طبعا يعني انا قضيت فيه سنين طويلة جدا 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 ولما لقيت في نهاية المشوار ان انا مش قادر اكمل في المركز دا رجعت العب تقليبرو السنة قبل ما بطل بسنة يعني ما فيش شك انك فعلا بتبزي المجهود وبازل المجهود بعد الفترة الطويلة دي من لعبك وانت راجع من اصابة اكيد 100% لازم يأثر على النواحي الفنية عندك بس انت بقى المفروض عليك دوري حسني اهم من بازل المجهود وهو قيادة الفرقة انك انت ازاي توقف ترك اللي بيزيد منك على طول وبيهرب منك وبالتالي بيخليك تبزي المجهود اكتر من المجهود على حساب الناحة الفنية دي مهمة جدا انك ازاي تلمه جنبك وازاي تلم الباك اليمين اللي بيهرب وبيخليك انت تغطي عليه والباك الشمال اللي بيهرب وتخليك انت تغطي عليه فانت دي برضو محتاجة منك انك تقود الفرقة وتبتدي تتكلم زي ما كنت بتقود منتخب مصر واعتقد ان الكلام دوت في خلال اسابيع مع المباريات هيجي واكيد هنتفرج عليك لان لسه كنت بضرب مثل بحسام غالي حسام غالي يمكن من افضل لعيبة تفوق على اللعيبة الصغارين في النادي الاهلي وبقى لا غنى عنه فان شاء الله باذن الله انت ترجع لمستوات في القريب العجل يا حسني باذن الله ان شاء الله ان شاء الله حسني حسني انا اسألك سؤالة عارف انا رحبك جدا وشايفك من افضل لعيبة اللي جات في مصر ويكفي 2008 والمواسم الرائعة اللي انت عملتها مع نادي اسماعيلي ومحترفت برا ايضا لكن انا عايز اقولك حاجة حسني يمكن انت لعيب كبير لعيب ليك مواصفات فنية مختلفة عن معظم اللعيبة في مصر انا بقول لو هو الموضوع جري فانا ممكن اجيب واحد اصغر منك يجري واحد اصغر منك يغطي سنا وعدم وجود اصابات كتيرة انا شايف ان انت لازم الفترة اللي جاية دي حسني تركز على قمتك الفنية والمهارية لان انت عندك القدرة ان انت تزيد وتشوت عندك القدرة ان انت تكون قائد في نص الملعب تكون باسير عشرة على عشرة تكون بتباسي عشرة عشرة لان انا بعد تلاتة صليبي شايف ان انت الدغوط اللي ممكن تتعمل على المفاصل والضغوط من كتر الجري والضغوط من كتر اللي انت بتعمله والتاكلنج ده ممكن يأثر عليك فنيا ومهاريا بصورة كبيرة فلازم يتم توظيفك بصورة ان انت تكون حسني اللي تكون المهارة عندك اكتر الشوت اكتر الزيادة اكتر القيادة في وسط الملعب اكتر الباس اكتر من الضغوط او الضغط على الخصن يعني تماما كابتن ده رأيك انا مش عارف كابتن يعني انا طبعا انا مبسوط من قراء حضراتكم ودي حاجة يعني انا لازم اتعلم منها والحمد لله كابتن انا شغال على دي بس كابتن انت عارف ان الفرقة فيه لازم كل واحد بيبقى هو ربنا سبحانه وتعالى هو لده مستويه او هو ده مش هيقدر يعمل اكتر من كده فدي ناس كابتن اما كنت في انتخب مصر او في نادر اسماعيل في عزو كان فيه بيبقى جنبك ناس تقال والناس بتقدر تساعدك وانت بتساعدهم دلوقتي المجموعة اللي موجودة كابتن بيبقى فيها ممكن قلت خبرات شوية فدي مقصر عليك فانت في الوقت نفسه بتحتاج حدث ايه جنبك هو عارف انتك فبيشيلك وبتشيله فانت بتعاني من النقطة دي كتير فانا النهاردة كابتن المدير الفني اكيد بيطلب مني حاجات انا تحت امره فيها انما هو دي ترجع له تاني يا كابتن خالد او هو انت محتاج اللي هو يشيلك ويبين مهارتك مش انت بعد رجوع من الاصابة ان انت تشيل الفرق يعني فانت اصدر انا شايفة كابتن ان انا وطورج لما بنبقى لعبين قريبين من بعض هو بيدي الحرية لطورج اللي هو بيزيد ويروح ويكمل وانا اه فدافع يعني بتخليني انا مش لعبة كده انا مست الحمد لله اللي انا بكمل وبجيب بوان وبشوط فالحتة دي مفتقدها بسبب ان تورج موجود موجود الحتة دي كراجل لعيب فانا مضطر المدير الفني ميثبتني انا اللي انا ادافع قويس او انا لغطي او الكلام ده فده برضو كابتن خالد ده واخد مني كتير جدا انت لازم تبحث عن قيمتك ما هو بقى هو بيكلم ديها كابتن خالد ان دي قصة بقى يعني الكوتش اه يعني طلبات الكوتش واكيد الكابتن ميده فهم امكانياته وعارف ان هو هيقدر يزيد في المنطلة وطالبها دي انا كابتن ميدحت بس معلش انا 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 بعتذر الجمهور نادل اسماعيل ان قصت على الفترة وضي طبيعي جدا 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 سكورة ومشنايات المطاف وصدقني انا انا واجهت نظري التوقف بتاع الدوري الفترة الطويلة دي جدا انا كابتن بصراحة اثر علينا بشكل كبير 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 يعني احنا كنا ماشيين عارفة كابتن ميدحت لما انت تبقى كسبان خمسة واربعة وبعدين يا كابتن خالد بادات لما تكسب نادل الاتحاد في الاتحاد وبفرقة محترمة بغض النظر احنا كسبنا اه بس احنا فرضنا اصطبنا عليه ماتش الحرص بفرقة الحرص استنيدي يمكن اقل مواتمها في الدور الممتاز بس قدرنا اللي احنا نكسبها انا شف لو احنا كنا نقدر نكامل من غير توقف التوقف ده بطراحة صراحة كان قرار خاطئ من الاسماعيلي وكان سافر خلاص اللي غاب هو محمود تولي يعني كان ممكن يكمل انا فاهم كانوا حجزوا المعسكر دي كانت صديق خلي بالك يا حسني انه انه الحاج عامل حسين عنده ضغوط رهيبة في التأجيلات اللي اللي تمت عشان كنته عشان يثبت جدوله فاحيانا بتبقى بس ما فيش حكاية يومين دي يا ثلاثة ايام مش يومين يومين يعني بكرة وبعد ويلعب التالت يومين بكرة وبعد ويلعب التالت اعتقد دي هتبقى فترة محدودة يعني انا المباراة دي اه بس أنا تعيد اللي انا معاك ما بتلمتها اني به اsoغرطنا خاصة او خاصة يعني border依ير سمعانى عالخسارة وان شاء الله ما بعيدهم بازن الفترة الجاي يعني ان شاء الله نرجع داني بازن الله واحنا عندنا واحنا عندنا دهكة كويسة ومدرب كويس عنده طموح اللي هو عايد يأمل حاجة فانا بح Burn двух uczال sounds النهاردة وبازن الله فترة الجاي هنعمل اللي علينا وأنا دايما نعمل اللي علينا وتوفير من الحمدالله سبحانه وتعالى ومرة تانية إن كنت أنا غلط وأنا خارج من مرة للمطش المحلة بعتذر مرة واتنين للمحبين لحسن عبد الربو ككبت فرقة ونحن منهم ونحن منهم بعتذر ومشعب جدا لعيب الكبير لما يغلط وقول أنا غلط فأنا بعتذر وإن شاء الله أود الناس كلها لما فيش حاجة تحتل تاني بس دعا من خيرك وحبي لتنين لتنين الإتماعيلي شكرين جدا يا حسني وإذا كان هناك من محبين فنحن منهم عشان أنت ما سمعتش الدوم لدي توفية